النهار ده عيد من محمد صلاح 30 سنة وله أسئلة عادة بيننا التلاتة كده بتبقى سئلة فنية وتفصيلية وحياة كده وسأنا نهار دي كنت بفكر في محمد صلاح وعمل 30 سنة وبدأت أتعامل مع محمد صلاح في زيني عاطفيا محمد صلاح ده أثر فيي إزاي فرق معي إزاي فرق معي إزاي في تفكيري في الكرة في رؤية الكرة الأوروبية في الشخصية في الطموح كلعيب بين مصين ممكن يعملوا حاجة فأنا عزف إنسانيا ومعنويا محمد صلاح فرق معك إزاي طيب أنا حلو أقول ستوالده بجد لأننا فعلا النهار ده كنت عمال أفكر ممكن الواحد يعني يتكلم عن عيد ميلاد صلاح بشكل عامل إزاي فبتليت أحس أنه هو أنا كل سنة بنقول نتكلم عن إنجازاته وأرقامه وبطولاته فأدماري والله فعلا راحت للموضوع الإنساني ده وبجد يا كريم يعني أنا بجد بشكرك على أن أنت هتديه بقى الفرصة أقول الكلام ده عليها محمد صلاح هو أكتر لاعب أنا عملت معه إنترفيوز يعني في مشوار الإعلامي أكتر لاعب عملت معه ورطة ومحمد صلاح وده لي لأن أنا بدايتي فعلا إعلاميا ففي خلال يعني في خلال أول سنة أو تاني سنة اتعرفت على محمد صلاح وكان وقتها عن طريق أحمد حجازي وعمر جابر لما كانوا في منتخب مصر الأولمبي كان الوقت منتخب مصر الأولمبي في لندن كانت حصلت المشكلة لو تفتكر بتاعت مباراة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا وابتدى الكلام عن إن إقدارة الزمالك عايزة ترجع لعبتها علشان يلعبوا معها المطش ده أو يطلبوا تأجيله فوقتها تلقيت اتصال من عمر جابر هو بيقول لي أنا مش عايزة أرجع وأنا الزمالك آه النادي بتاع ويعني ما بقولش إن هو ما كانش عايزة يرجع لعب مع الزمالك بس هو بيقول أنا بلعب في حلم بلعب في الأولمبيات وبقالنا فترة ما بنلعبش في الأولمبيات فعايز أكمل مشواري مع منتخب مصر وبعد كده عمر جابر عن طريقه تعرفت على محمد صلاح وكان وقتها محمد صلاح رايح لسه بازل فمحمد صلاح الفترة دي أنا عملت معه انتروفيوز كتيرة جدا وكان وقتها كانت المشكلة بتاعة اللعب في إسرائيل اللعب إن هو يسافر ولا ما يسافرش واتناقشنا كتير في الموضوع ده وأنا كان ليه وجهة نظر وهو كان ليه وجهة نظر مخالفة وأنا مبسوط إن أنا أقنعته في النهاية بوجهة نظري ولعبت دورفي ده وإن هو سافر وإن هو راح هناك وتقلق وساجل فالحقيقة أنا بحس إن أنا مشواري الإعلامي مرتبط جدا بمحمد صلاح هو بنجاحاته الكبيرة اللي حققها أنا ابتدتها معي فأنا مبسوط بكل ربي حققه لشان بحس إن ده واحد شريكي واحد شريكي في الإعلام عظم جدا محمود نفس العمر أنا بالنسبة لأ زوجة حاجة حاجة إيجابية جدا وهي إن إحنا أو يعني الجيل بتاعنا مع طبعاً فورجة على الكرة المحلية كان فيه جزء كبير فورجة على الكرة الأوروبية ودايماً كنت تستنى إن إنت تشوف لقطة للعب مصري في دوري تركي في الدوري الإنجليزي أميدو مع توتنهم مع روما وخلافه كنت تستنى تشوف ده ولما صلاح بدأ يروح الدوريات الكبيرة بعمل يرعى عن بازل كنت تستنى تشوفه في الملع وبعكية بتستنى إن إنت يتشوفه خمس دقايق عشر دقايق يبدأ أخد فرصة مع موريني وموريني واللي إحنا كناه وإحنا عالة صغيرة بتشوفه بنعمل معجزات في 2004 مع بورتو ده بيتمرى صلاحة بيتمرم معا كل يوم وبعد كده بقى الموضوع إن صلاحة العادي إن هو يشارك العادي إن هو يسجل العادي إن هو يسجل جنين وثلاثة في المطر اللي هو لما بيقى وقت ما بيسجلش فأقوى دوري في العالم انت تقول إيه ده هو إزاي صلاحة النهاردة ما جابش جوان هو بيلعب في أقوى دوري في العالم إن إحنا كناه نحن نحن عالة صغيرة فالموضوع بتحس إن إنت كل الحاجة اللي إنت كنت شايفها مش ممكنة بيبقاش متضايق شام حمال صلاحة ويبقاش متضايق علشان بيقول للناس كابتنوه وما بيسجلش فبيدخلوش توهو لأنه هو ما بيلعب في ليفربول فهو في إنها بيلعب في الفرقة اللي أنا بشجعها عكسي وأنا صغير فدي ليلة تانية على جنبي يعني بس هو في إنها الحاجة اللي إنت كنت شايفها مستحيلة اللعب اللي كان يبقى خمس تجوان في الموسم كنت قول ده حاجة حلوة قولة يا على عظم صراحة كنت خمس تجوان في مونشستر الموسم يا معلين يا خمس تجوان في مونشستر رقم اللبس يعني جاب خمس تجوان في مونشستر والحاجة التانية للأسف السيئة هو إننا لما بقرم محمد صلاح ببقي اللعبة المصرية بلا أي استثناء بشوف فرق كبير قوي كبير بوضوح حتى للأسف اللعبة المحترفة فرق كبير ما بين هو واحد كل واحد فيهم بيطمح لإيه وعايز يعمل إيه وبيقدم إيه في الملعب بيقدم إيه شكله جوه وبره الملعب وكارير وبرستيج وشكل فرق مرعب جدا يمكن صلاح لو كان ظهر في جيل اللي هو جيل الزهب بتاع مندخب مصر كنت تقولوا إحنا عندنا لعيبة بتقدم كتير قوي في الكرة المصرية صلاح بيشرفنا بره وفي غيرهم بيشرفنا جوه لكن الوضع فعلا فرق رهيب أول ما بين صلاح وبين ألعب كرة تاني في مصر دون استثناء الفيفا النهاردة منزل فيلم عن صلاح عن عيد ميلاد صلاح فهم واخدينه الفيلم السكة مختلفة خالص محمد صلاح أثر في شخصيتك بشكل عامل إزاي فمستضيفين مين؟ مستضيفين الراجل الكاتب بتاع كتاب فن اللي هو مبالاة والراجل ده بيحكي كتابه إزاي بقى عمل ما قلناها دلوقتي بقى بيعمل ندوات في الشرق الأوسط وبقى معروف ومينزل كتب لما محمد صاح كان مصر كتاب بصورة هو بيحكي إنه أصلا كان وقته في كاس العالم وبيحضر مطش ما بين البرزيل والمكسيك وما يعرفش أصلا منتخب مصر واتفاجئ إن كم نوتفكيشنز لما روح يا البيت الناس عمان تقوله إيه ده هو أنت كاتب كتاب اسمه فن اللي هو مبالاة في استغرب وات زيت عرب في الميدل إست فعن طريق محمد صلاح جايبين هداية ملاك وهي بطلة أولمبية وإحنا كلنا عارفينها شوف تخيل هي حياتها زيت قصرت بمحمد صلاح نعم لما بقت لما تمشي في الشارع في أي مكان بقت الناس يقول لها إيه ده أنت محمد صلاح الطايكوندو أنت محمد صلاح البنات لما بتسافر برا فالحان محمد صلاح لما كل واحد فينا سواء بقى شخص بيشتغل في الإعلام سواء رياضي سواء حتى لو واحد مشجع عادل الكرة حيلاقي إن محمد صلاح ليه تأثير بشكل أو بآخر